اشتركوا في القناة اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى أجمعين ما شاء الله أعداد من ضيوف الرحمن متوجهين إلى الحرام يلحقون على أذان وصلاة المغرب في الحرم ما شاء الله اليوم أزحم من أمس ما شاء الله تبارك الله تقريبا باقي 20 دقيقة على تقريبا باقي ربع الساعة على أذان المغرب وما شاء الله في أعداد أو كثافة عددية كبيرة إلى توسعة الملك عبد الله تقريبا باقي ربع ساعة شوفوا الساحات مليئة بالمصلين الآن وتم فرش سفر الصائمين طبعا ما شاء الله زحمة ضيوف الرحمن المعتمرين المصلين الصائمين توزيعات التمر ما شاء الله خلاص فرشوا صفر الصائمين الآن توزيع الكهوة توزيع الكيك العصيرات اللبن شوفوا توزيع الخبز وهذا الولد يوزع الماء الله يكتب أجرة بس ما شاء الله نشوف الروحانية اللي في الساحات على كامل الساحات ما شاء الله نشاهد الجميع متواجد وراح يتم فرش صفر جديدة الآن شوفوا ما شاء الله يوزع الماء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة أمام كل الصف توزيع الكهوة بعدما فرشوا الصفر يستعدون يكتب أجرهم يتم توزيع الكهوة بعدما وزعوا الماء هذا أحسن واحد يوزع الماء وحتى هذا الولد يوزع الماء بسم الله شكرا لك شكرا لك شوفوا الأولاد يشاركون في توزيع الماء توزيع الأفطار يكبرون ويصيرون مسكين هذه الصفر شوفوا على كامل الساحات هذولا كانوا أطفال صغار مشاركين في هذه الصفر والآن صاروا مسكين أغلب الصفر في هذه الساحات سواء في الساحات الخارجية أو في أروقة الحرم تقريبا باقي دقيقة على أذان المغرب ورح ندخل معكم إلى أروقة الحرم طبعا نشوفوا ما شاء الله هذا الولد أنا قلت لكم الأولاد يشاركون في توزيع الأفطار يكبرون وهم مسكين هذه الصفر ما شكين هذه الصفر شوفوا توزيع الماء جمعية إكرام حفظ الطعام ما شاء الله خلاص الصفر اكتملت وهذه صفرة أحد الصفر وندخل الآن على أروقة الحرم من باب رقم 74 ندخل على الأدوار العلوية خلاص باقي دقيقة والماء معنا نفطر وحنا نتجول في أروقة الحرم طبعا ما شاء الله شوفنا معكم فعاليات تفطير الصائمين في الساحات الآن ندخل إلى أروقة الحرم الدور الأول توسعة الملك فهد ونشوف كذلك صفر الصائمين ما شاء الله ندخل على سطح الحرم لا إله إلا الله لا إله إلا الله شوفنا معكم صفر الصائمين في ساحات الحرام أروقة الحرام وهذه ما شاء الله صفر الصائمين في سطح الحرم فقط وعجم البنت ما شاء الله فتوزع المصليات في سطح الحرم وعجم البنت ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله هنا ملابق ندخل على توسعة الملك فهد الدور الأول توزيع الكهوة شوفوا بس ما شاء الله تشم ريحة الكهوة ما شاء الله في توسعة الملك فهد الدور الأول يتم فرش صفر صايمين بعد صلاة المغرب وتناول وجبة الإفطار ما شاء الله يوزعوا لك الخبز لنخرج على المطاف ما شاء الله ازدحام أكثر من أمس اليوم زحمة وماء وزمزم لما شرب له دور الأول سنخرج على طريقة جياد وخرجنا على طريقة جياد ما شاء الله كثافة عددية زحمة الساحات ممكن أعداد بسيطة الآن خرجنا على أجياد كدية أجياد أجياد السد شوفوا الساحات ما شاء الله ما شاء الله هذه الكثافة العددية التي نتمنىها كل يوم طبعا بعد موسم الحج شوفنا في الساحات أعداد بسيطة الآن تعود لكامل طاقتها الاستيعابية أو نشاهد كثافة عالية في الساحات باب الملك عبد العزيز لدخول المعتمرين هذه سلم الملك فهد للدخول إلى دوار العلوية طبعا في هذه المنطقة يوجد كثافة عالية الخروج لطريق المسيال والدخول للساحات نخرج الآن على طريق المسيال خرجنا الآن على طريق المسيال ما شاء الله ما شاء الله لاينات وهذه المحلات محل بن داود المطاعم طبعا ريحة العود والبخور من هذه المحلات ما شاء الله فايحة في طريق المسيال طبعا طريق المسيال هذا يتحول إلى مصليات وقت الصلاة أو قبل الصلاة بعشر دقائق تتحول إلى مصليات الحمد لله وجدنا دار الأئمة وهذا دار الأئمة ندخل يا محمد ندخل وهذا دار الأئمة ونصور لكم من الداخل هذه المصاحف وهذه السجاجيد ما شاء الله والله هذه سجادة كويسة وهذه الهدايا ما أدري اللي قال يصور لهذا المحل ما أدري وش يبغى منه وأخيرا حصلنا دار الأئمة طبعا بعد ما تخرج من باب الملكة عبد العزيزة ومن باب سلم الشبيكة تتجه إلى طريق المسيال خلف بن داود مباشرة تجد دار الأئمة فيه سجاجيد وفي طريق المسيال أمامنا البيك أحد المطاعم المميزة طبعا فقط يبيع وجبة واحدة سبع قطاع دجاج مسحب وتقريبا فيه فرع جديد راح يفتح في برج الساعة وراح نزوره أول ما يفتح هذا فندق إلاف كيندا أحد الفنادق القريبة لساحات الحرم وخرجنا الآن على شارع الهجرة وشارع إبراهيم الخليل وإلى هنا تكون نهاية تغطيتنا لهذا اليوم أتمنى أنها نالت على استحسانكم ورضاكم نعيدكم بتغطيات أفضل في حلقات قادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة